في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعين محمد بوشهري وكيلاً لوزارة الكهرباء والماء وتعين الدكتور حامد العازم وكيلاً لوزارة التعليم العالي كما أطلع وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبو الألمجلس على حاصلة جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مجال توزيع الوحدات السكنية خلال السنة المالية الحالية حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها 12 ألفاً و30 وحداتاً سكنية اشتركوا في القناة